السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب البي اهلا بكم ان شاء الله الفيديو النهاردة هنتكلم عن المدوانة البضائية الخطرة او IMDG كود بعض الزمله طلبوا نعمل فيديو عليها بس قبل ما نتكلم على طول في صلب الموضوع في ال IMDG كود عايزين نعرف ايه اصل ال IMDG كود يعني مين اللي فرض علي اني التزم او ابا مع ال IMDG كود طبعا ملتزمين بال IMDG كود سولاس الزمني بال IMDG كود تمام؟ الزمني به في شابتر سبعة لو فتحنا مع بعض سولاس وفتحنا شابتر سبعة هتلاقي بيتكلم عن الكاريج او دينجرس كودس ومقسم الشابتر ده لبارتس بارت اي اي وان بي سي دي بارت اي بيتكلم عن الكاريج او دينجرس كودس بي سولد فورم يعني البضائع الخطرة المعبئة اي وان بيتكلم عن الكاريج او دينجرس كودس بيتكلم عن البضائع الخطرة وهي بتتشحن على السفن في شكل بضائع صلبة صب بعد كده بارت بي بيتكلم عن كونستركشن اند او دينجرس كودس بس شكلها اي بقى بعد كده بارت بي بارت سي بيتكلم برضه عن كونستركشن اند او دينجرس كربة تمام؟ يبقى أنا عندي هنا الIMDG Code أقرته صولة في شابتر 7 في بارت A لو فتحنا بارت A هتلاقيه هنا عندك بيتكلم عن regulation 1 عن ال-definitions بيقول for the purpose of this chapter unless explicitly provided otherwise 1 IMDG Code means the International Maritime Dangerous Goods IMDG Code adopted by Maritime Safety Committee of the Organization by resolution MSC Maritime Safety Committee يعني رقم 122 الدورة رقم 75 as may be amended by the organization provided that such amendments are adopted brought into force and take effect in accordance with the provisions of article 8 of the present convention concerning the amendments procedures applicable to the annex other than chapter 1 يبقى أنا عندي هنا طبعا إحنا عارفين كويس قوي طالما الكود ذكر في SOLAS أي مدوانة بتذكر في SOLAS هي خلاص باقت إلزامية ويجب إيه؟ ويجب تطبيقها هتلاقي regulation 2 بتتكلم عن application regulation 3 بتتكلم عن requirements for the carriage of dangerous goods ومن ضم الكلام ده بيقول the carriage of dangerous goods in packaged form shall be in compliance with the relevant provisions of the IMDG Code يبقى أنا لازم أبقى comply مع ال IMDG Code إيه كمان؟ غير SOLAS كمان هتلاقي في ماربول في ماربول annex 3 بيتكلم عن إيه annex 3؟ بيتكلم عن انا طبعا عارفين annex 1 تتكلم عن oil annex 2 NLS or noxious liquid substances وannex 3 هتلاقيه بيتكلم عن regulations اللي بتتحكم في prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packaged form وهتلاقيه برضو هنا لما تخش في الانيكس بيتكلم برضو عن IMDG Code وإنه لازم نبقى comply مع IMDG Code إذا ال IMDG Code إلزامي ولازم ألتزم به طالما أنا بنقل عن طريق البحر أو البر طبعا أما عن طريق الجو ده مش بتاعنا في حاجة اسمها لما أعتقد Orange Book ودي بتصدر United Nation بالأكسبرتس بتوعة بيصدروا حتى في نسخة منه عربي يبقى لازم أكون ملتزم بال IMDG Code تمام إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم بالتفصيل IMDG Code بتكون من إيه وإزاي ندخل فيه وإزاي نقدر نحصل على المعلومات المفيدة اللي هتنفعنا في شغلنا إن شاء الله سلام عليكم